بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب قولة سنوي الجميل هنحل هومورك لسون وان في تاني يونت جومتري عندنا تعال كده مع بعض ونشوف الاسئلة سؤال سؤال سألني يبقى الاب كلها اكيد الاب كلها تبقى ات والب دي هتبقى ثري يبقى ريشيو ات تو ثري السؤال اللي بعده على نفس المسألة بيقولي ان الاب نمسح بقى دي كده الاب ريشيو اي سي اي اوور اي سي كلها فور خلي بالك بقى الاسي كلها سيفن الله يعني فاضل هنا سيفن ماينس فور يعني ريشيو دي بثري طلب مني سي اي اوور اي اي تبقى ثري اوور فور يبقى انت اقسم قبل ما هو يسأل عشان تبقى جاهز طب اللي بعدها بيقولي دي اي اوور بي سي اكوال ثري اوور فايف دي اي بثري والبي سي بفايف احنا قلنا لو دخل البراليل دول في اللعبة بتاعت البروبورشنال يبقى انقسمها سيميلارتي صغير عالكبير كله صغير عالكبير كله مش صغير عالصغير فهو سأل اي دي اوور دي بي طب هو المفروض كده ده ثري والكبير كله فايف ففضل الحتة دي فايف ماينس فري اللي هي تو فانا دلوقتي عايز اعرف اي دي اوور دي بي فتبقى ثري تو تو يعني ثري اوور تو اللي هي وان بوينت فايف ثري اوور تو خلي بالك قلنا لو البراليل دخل في اللعبة بنقسم الصغير على الكبير كله بيقول ان دي اي براليل للبي سي الدني تو والدني ثري والدني ثري ما علينا طلب مني لنث ال اي سي بص يا جميل مدام ما دخلكش البراليل في اللعبة قسم زي ما انت عايز ممكن اقول اي دي اوور دي بي لوحدها اي 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 اوور اي سي لوحدها اللي انا عايزه يعني انت روح على طول تارجت كده الحاجة اللي انت عايزها وقسم من عندها مدام ما دخلش البراليل في اللعبة كده ال اي دي بي تو اوور ال دي بي بثري اي كولز ال اي اي بثري ال اي سي ما عرفهاش طلعت الانسر فور بوينت فايف جاي بيقول لي ان ال اي بي براليل لل دي اي قاعد يقول لي انترسكت بقى عند السي ال اي اي مع ال بي دي ما علينا وداني شوية اللينث اللي قدامنا احنا بس بنقرأ عشان لو في حاجة مسمحة محطوطة على الرسمة طلب مني برضو السي اي يا جماعة تاني انا شايف ان الراجل مدخلش البراليل في اللعبة ما ادانيش مثلا نمبر بتاع واحد فيهم اللينث ولا طلب مني واحد فيهم يبقى انا اقسم زي ما انا عايز على الحاجة اللي انا عايزها يبقى خلي بالك بقى من اللي هقوله ده هنقسم ازاي هنقول بمنتهى الشياكة يعني هنقول ايه مستر ركز كده في اللي احنا هنقوله انت ممكن اصلا حتى لو عايز تجيبها سميلاتي هتجيبها فساعتها هنقول سيكس اوفر اي سي السايد اوفر بقيته ايكوال اللي زيه اللي هو فور اوفر بقيته اللي هو ثري يبقى انت تعمل سيكس طايم ثري ديفايد فور كده ايتين ديفايد فور هتلاقي الانسر فور بوينت فايف طيب كلام محترم جدا السؤال اللي بعد كوستان فور بيقول لنا يعني كلهم صحة معده واحدة غلط تعالي نشوف الاولى ايوا الاولى صحة فاش مشكلة طيب لا طبعا باشا هي دي اللي غلط ليه الراجل كده دخل البراليل في لعبة الرشيو مدام دخل البراليل ما كان شنف هيقول الصغير على الصغير كان لازم يقول الصغير على الكبير كله لكن كده صغير على صغير ما ينفعش ادخل البراليل معي كوستان فايف جايين بنقول ايف بي سي براليل للدي اي يبقى انهي اختيار من اللي جايين مظبوط هل مش شرط مش من شروط ان انا لاقي ان اتنين باراليل طب هو مدام باراليل اصلا الانجل دي بتبقى قدي الانجل دي كده مش سايكلك السايكلك المفروض كنت لقي مثلا مثلا ان دي اللي هي السي من فوق قدي الدي قدي اللي جنبها لا قلقصادها وده ما تحققاش هنا يبقى لا مش سايكلك هل ترينجل اي بي سي سيميلر لترينجل اي دي اي طب ما طبعا دي صح اكيد يعني احنا قيلين من ايام السيميلارتي في يونت اللي قبلها لو تو باراليل لاينز يبقى هما سيميلر وهم معدولين كمان بنفس الترتيب يبقى تويس بي هو الصح طب يا جماعة بصراحة انا هقسم تقسيمة عن نفسي اللي انا مرتح لها ايه التقسيم اللي انا هرتح لها انا ممكن اقول طبعا اللي هي كتير قوي بس انا ممكن عن نفس اقول ايه بي اي اوفر بي سي كلها ليه المرضي هاخد كلها عشان هو مديني البي ايه كلها فيبقى الناحية التانية بي دي اوفر بي ايه كلها طيب البي ايه بثري البي سي كلها ثري بلاس طو يعني فايف ايه كل البي دي معرفهاش البي ايه كلها تديني تن كروس ملتبليكيشن ثري طايم تن ديفايدت فايف تطلع بسيكس مين اللي سيكس ايه واي تطلعه ده البي دي هو اللي بسيكس هو طلب منك ال اي دي الحتة اللي متبقية طب ما تعمل تن اللي هي كلها ايه بي مينس سيكس يتبقى لك الجزء اللي انت عايزه اللي هي ايه كوالفور طيب اداني برضو الدي ايه بارلل البي سي اداني فور واداني كلها ناين طب ما هيكلها ناين يبقى هنا فايف على طول يعني ناين مينس فور واداني السي ايه كلها ثيرتين بوينت فايف وطلب مني ال اي اي طب ما نهقول ال اي بص التأسير بتاعتي كده A-E over A-C كلها Equal A-D over A-B كلها مفهش اي مشكلة يلا بينا A-E عايزها over A-C كلها 13.5 Equal يلا بينا A-D ب5 A-B كلها ب9 Cross multiplication 5 times 13.5 A-Divided 9 لو حسبناها يا كباتن هتطلع 7.5 سنتيميتر برضو نقدر نتأكد بالكالكوليتور يا جماعة 5 في 13.5 Divided 9 كلام جميل وزي الفل اللي بعد question 8 جاي بيقول لنا ان A-X او ال-XY Parallel لل-B-C ماشي يا مستر يبقى في proportional parts على طول بيقولي ان A-X plus A-Y over A-B plus A-C Equal 3 over 5 هتلي A-X بكام الله طب ده معناه يا جماعة او اقدر اعمل ايه خلي بالك بيعمل اللي هقوله دلوقتي هو عمل plus فوق و plus تحت فده معناه ان الرشو ما تغيرتش عشان اللي عمله فوق عمله تحت فانا اقدر افصلهم تاني يعني اقدر اقول ده معناه ان A-X over A-B هو هو A-Y over A-C هو هو 3 over 5 احنا تعلمنا في تلتة عديدي لو الرشو قد بعضه كلهم واللي عمله فوق وعمله تحت مفيش حاجات تتغير فده معناه ان A-X على A-B كلها المفروض تطلع 3 over 5 طيب A-X انا معرفهاش مثلا نسميها خليها A-X over A-B كلها معناها A-X plus 3 A-X plus 3 كل ده انا عايز Equal 3 over 5 يلا cross multiplication ونفرد المسألة 5 طيب A-X اسمها 5 A-X Equal 3 طيب البركت اسمها 3 A-X plus 3 طيب 3 9 ماشي 3 A-X بال minus 5 A-X minus 3 A-X يدي 2 A-X Equal 9 divided 2 9 divided 2 يبقى 4.5 سنتيم تسمعها برضو تاني على مهلك لغاية ما تستوعب question 9 جاي بيقول لنا برضو ان D E parallel to BC اول ما لقيت parallel lines بقول لنفسي يبقى فيه proportional parts بدأ بدأ يقسم كل واحدة طب ما هدي متقسم جاهز اصلا وعايز X يبقى انا اقسم على طول صغير على صغير equal صغير على صغير X plus 5 over 3 equal 12 over X يلا نعمل cross multiplication اضرب X في البركت ده و3 في 12 واقول equal لبعض X في البركت بقى اسمها X power 2 plus X X power 2 plus 5 X minus 36 equal 0 هعني لاباشا مود equation 3 هلاقي اجابتين اجابة اسمها 4 واجابة اسمها negative 9 بس هنا X بت represent length يا جماعة length ماينفعش يبقى بالnegative يبقى negative 9 refused بعد ما جربتها طبعا عوضت بها على الرسمة فكده الاجابة الوحيدة اللي نفعت X equal 4 نفس الكلام اداني parallel وقال لي هات الاجابة كام طبعا يا جماعة يلا بينا نقسم التقسيمة اللي احنا عايزينها مدام هو مش مدخل الparallel في اللعبة يبقى بروحيتنا خليها صغير على صغير ايقوال صغير على صغير يعني اقول X over X plus 5 equal X minus 2 over X plus 1 يلا كده cross multiplication ده ده وده يلا بين X time X plus 1 بX power 2 plus X equal bracket في bracket يلا first of first first of second second of first second of second X time X X power 2 X time 5 post 5 X negative 2 time X negative 2 X negative 2 time 5 negative 10 شيل X power 2 مع X power 2 اللي هناك عشان لو راحت بالمينوس هيتشال جمع X في ناحية ولا من غير X في ناحية الاول 5 X minus 2 X 3 X ماشيها الناحية التانية بال negative فبقى اسمها 1 X minus 3 X negative 2 X equal negative 10 اللي هي متبقية دي شيء مع negative وماشي 2 بقيت 10 divided 2 اللي هي 5 اهي يا جماعة بص 5 مش بهين في الاختيارات هي هي دي اخر واحدة 5 طيب كلام محترم خش معايا على 11 برضو يا كابات هنا جايب يقول لي parallel وما دخلش parallel في لعبة ratio بالشكل ده قلنا بنعمل الصيد على بقيته يعني هنقول مثلا يا شباب X plus 1 over بقيته اللي هو 3 X equal برضو ابدأ من فوق برضو 2 X plus 1 على بقيته اللي هو 6 X minus 2 طيب وبعدين همستر بنبدأ نعمل cross multiplication يلا بينا هنبدأ نعمل البركت ده في البركت ده والبركت ده في 3 X يلا كده على مهلنا 3 X طايم البركت ده 3 X طايم 2 X 6 X power 2 plus 3 X طايم 1 ب3 X equal براكتين في بعض بقى first first second 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 6 X by X 6 X power 2 6 X by 1 positive 6 X negative 2 by X negative 2 X negative 2 by 1 negative 2 شيل 6 X power 2 مع 6 X power 2 6 X minus 2 X ادتني 4 X ماشيها الناحية التانية بال minus زي اللي قبلها بالظبط فبقت 3 X minus 4 X negative 1 X equal الناحية التانية negative 2 شيل negative مع negative اتبقى ان X equal 2 جميل اللي بعد طبعا في ناس محترمة بتعمل shift solve اول ما يوصلوا لل fraction ده كده دي shift solve ويجيبوا X بس انا بحلاك انها سؤال مقالي لغاية ما نوصل لل X بك لو طلب بقى الانث بتاع اي صيد ارجع عوض بال X اللي انا جبتها واجبله الاجاب ك نفس الكلام هنا باراليل السم يلا صغير على صغير equal صغير على صغير اسهل حاجة 2 X plus 5 over 10 equal 12 over 8 خلصت كده على طول دي سهلة يبقى 2 X plus 5 equal cross multiply 12 time دي نجم ده divided 4 ب2 وده divided 4 ب3 divided 2 راح 10 divided 2 5 طلع 15 يبقى 2 X طبعا انت بالكالكولتور على طول equal 15 مش ال5 بال minus 15 minus 5 تديني 10 divided 2 10 divided 2 يبقى الاجابة equal 5 وهو عايز X يبقى X 5 question 13 الدين نفس القصة الدين الحتة دي بX power 2 وكلها 24 يبقى وانت بتقسم اعمل الصغير على كبير يعني اعمل بص اي باشا تكتب ايه BD قسم مسلا من عند BD over BA كلها equal قسم زيها بالضبط من هناك CE over CA كلها BD بX power 2 over BA كلها 24 equal CE 10 over CA كلها 10 plus 20 يدي لك 30 يبقى X power 2 equal 10 240 divided 30 طلع 8 طلع 8 عكس square root square root 8 طلعت root 2 هحط هحط الroot بأيدي هحط قبلها positive or negative فلاقيت واحد قال لها مستر لا ده لنس يا مستر يعني المفروض يطلع positive بس هقولك يا باشا ما هو اللنس مكتوب X power 2 عليه مش X بس يبقى حتى لو X بال negative ال power 2 هيشيل ها ما تقلقش يبقى الإجابة الصح هي D positive or negative 2 root 2 طب في ناس طبعا قسموها من عند الA قال لك AD over AB equal AE over AC بيحب يقسم من عند الvertex بمنتهى البساطة ساعتها كان هيكتب هنا عند الAD 24 minus X square كل طب question 14 برضو جاء قال لي ان في parallel وطلبني ان انا اجيب الex بكام ومدخلش الparallel ولا في لعبة الريش ولا طلبها ولا الدهاني يبقى نقسم يلا X plus 2 over بقيت اللي هو 5 equal 7 over بقيت اللي هو 2 X plus 1 cross multiplication عشان فيه اكتر من X نفرد المسألة يلا براكت في براكت first first ادي 2 X power 2 first second X by 1 يبقى X second first 2 time 2 X second second 2 time 1 يبقى 2 equal 7 time 5 شكلها مود 5 3 يا جماعة دخل 35 بال minus وجمع 2 X power 2 X plus 4 X 5 X 2 minus 35 يبقى minus 33 كل ده equal 0 هنعمل يا جماعة على الكالكوليتور عندنا mode equation 3 هتلاقي ان X طلع 3 ورقم تاني بالن negative فانت هنا negative هيبقى refused فتقوم واخد ان X equal 3 فقط لا غير طيب كلام محترم جد طبعا اتأكد ورايا بمود equation 3 على طول يا جماعة question 15 قال لي ان X Y parallel BC وقال ان AY equal BX واخدين بالكم ان هنا علامتين زي بعض يعني equal فانا عن نفسي هسميها مثلا X وX فهو طلب AC على بعض كام يعني انا لو جبت X هعمل plus 12 يبقى خلاص كده يلا نقسم هنقول ايا جماعة مدام parallel ومش عايز الparallel معايا خلاص ما دخلهاش في اللي يبقى صغير على بقيته equal صغير على بقيته X over 12 equal 3 over X دي اشاك حاجة cross multiplication وفرد المسألة عشان فيه اكتر من X X time X by X power 2 equal 3 time 12 36 ماشي الparallel ناحية التانية طلعت X positive negative 6 لكن هنا X صريحة يبقى ما ينفعش negative فطلعت ان X هو مش عايز X هو عايز AC على بعض طوله كام طب ما دي طلعت ب6 ودي اي اللي بتولف تبقى الاجابة 6 plus 12 يبقى AC يا باشا equal 18 سنتيمتر طيب كلام محترم جدا جدا خش يا معلم على 16 جي الراجل بيقول لنا F16 جاي بيقول ان D E parallel B C هو اللي قالها وطلب مني اجيب X بكام طيب برضو جماعة لو حد واخد بالو الراجل حط علامتين equal عند A E وعند C D طبعا مش يسميها X عشان هم سميها X هو الحمدل اللي يبقى برضو C D هي كمان بكام ب15 طيب الراجل اللي بدي لك راية angle triangle مش من فراغ عشان جوا triangle اسمه A E D تعمل Pythagoras A E 15 وال E D 20 يبقى انا عشان اجيب A D هعمل سكوير سكوير رود 15 باور 2 بلس 20 باور 2 طلعت 25 ابدأ بقى قسم من عند الايه عشان الصغار على بقيته فهتقول 15 over X equals 25 over بقيته 15 يبقى X equal cross multiplication 15 time 15 over 25 5 هنحسب الكلام ده يا باشا هيطلع 9 يبقى X equal 9 ادخل معايا على number 17 الرجل الداني parallel وبرضو ولا طلبها ولا الداني الريشو بتاعتها او length بتاعه يبقى صيد على بقيته اقوم عامل 3 over X plus Y plus Z ولا يهم من يا باشا equal 2 over X plus Y المستر خلاص علمك cross multiplication وفرد المسألة عشان عندي كزا variable دفده ودفده 3 time X plus Y في براكت وزع بقى 3 X plus 3 Y equal 2 time بقى 2 X plus 2 Y plus 2 Z جمع X Y في ناحية واحدة سيب الزد لوحدها عشان هو عايزها هات 2 X بال minus هات 2 Y بال minus بس كل واحدة اللايك بتاعت 3 X minus 2 X طلعت X plus 3 Y minus 2 Y طلعت 1 Y كل ده equal Z يبقى عشان نسيب Z لوحدها ماشي 2 divided بقى اسمها X plus Y over 2 اللي هو 2 USB في ناس كمان ممكن تكتبها يا معلم بدل X plus Y over 2 تكتبها X plus Y كده وبر multiply half هي هي برضو over 2 time half نفس الحاجة طيب هنا بقى بيقول لي بيقول لي كلها 2 عشان كلها الله يبقى مستر من الاخر ما خلاص عرفنا الحوار ده يبقى يلا بقى نجيب مدام يبقى نقسم صغار على بقيته equal صغار على بقيته اسهل حاجة فبقى اسمها X plus 4 over 2 X plus 3 equal 2 over 3 طب يالله بين 3 multiply bracket 2 multiply bracket 3 multiply bracket بقى اسمها 3 X plus 12 equals 2 multiply bracket 2 time 2 X 4 X 2 time 3 positive 6 هات الX مع بعض والارقام مع بعض هات 4 X بال minus ماشي 12 بال minus 3 X minus 4 X negative 1 X equal 6 minus 12 negative 6 شيء negative مع negative يا جميل يبقى X equal 6 وهو طالب X يبقى الإجابة 6 على 2 question 19 برضو بيقول لي ان في parallel lines ابا خلي بالك بقى ده في حوار هنا بقى بيقول لي ان الام هي الام هي هي لين النقطة دي طيب كلنا عارفين يا جماعة ان لو انا رسمت ميديان كده يعدي بيها طبعا الميديان بينزل بيبيسكت البيز كده الميديان ده قسم او الام كلنا عارفين ده كوز جدا فمدام الدني ان في parallel lines كمان خلاص يبقى ده كمان 1 2 2 ونحية الشمال كمان 1 2 2 خلاص كده هو طلب 2x plus y طب الله طب ما تيجي كده نعملها بالراح ده معنى ان 2x plus 6 على 4 equal 1 2 2 منها يبقى 2x plus 6 equal 1 time 4 divided 2 طلعت 1 time 4 لا ده 2 2 1 يا جماعة معلش 2 1 احنا بدأنا باللي فوق بالكبيرة يبقى 2 2 1 وهنا برضو 2 2 1 احنا عكس سنها معلش سرحنا شوية 2 time 4 divided 1 طلعت 8 ماشي 6 بال minus 8 minus 6 2 2 ماشي 2 divided 2 divided 2 1 كده انا جبت ال x طب الناحية التانية ال y هقول برضو y plus 3 over y equal 2 over 1 افرد يلا بقت 2 time y يعني 2 y equal 1 time y plus 3 يعني y plus 3 مشي ال y بال minus 2 y minus y يديني y equal 3 كده انا جبت ال x وجبت ال y هو عايز 2 x plus y يبقى 2 time 1 plus 3 2 time 1 يديني 2 2 plus 3 يبقى الانسر equal 5 حلوة جدا جدا انا مستر يبقى جماعة حوار point of intersection هو اللي حلها اسمت جاي يا جماعة مديني ايه ده اداني من وبيقول لي علمتك حركة اسمها ما ترجعش بايدك فاضية يعني لما اعمل انا كده رحت من الشمال اليمين ارجع بعمل اليمين للشمال انت equal 3 over 2 عشان لما تتعامل cross multiplication تجدي لك فعلا المكتوبة لكن ما تكتبهاش بالعكس يبقى كل واحدة بتاخد اللي جنب صحبتها او ما رجعش بايدة فاضية ae على ed انا وقف جنب ed اخد اخد 3 وانا رجع في ايدي 3 over 2 يبقى انا ae ratio 3 وال ed ratio 2 قال ان البي اي ماينس السي اي بفور حلوة دي اوه جمع البي اي ماينس السي اي بفور يعني انت لو ماشيت السي اي بالبلس يعني البي اي اكتر من السي اي باربعة فلو سميت السي اي اكس يبقى البي اي اكس بلس فور هو دي معناها ازيد من هاب فور طلب مني طب مات يلا جماعة نعمل صيد على بقيته اكتر صيد على بقيته عشان اه بارلل فبقت اكس بلس فور اوبر اكس دي طريقتنا اللي احنا قلنا اكتر افرد يا باش ثري طايم اكس بثري اكس ايكول تو طايم البراكت بقى اسمها تو اكس بلس ايت مشي تو اكس بالمينس ثري اكس مينس تو اكس اداني وان اكس ايكول ايت كده انا جبت الاكس هو عايز البي سي كلها على بعض طب ما كده الاكس بايت والتانية ايت بلس فور اه اداني اجمع ايكس بلس ايت يبقى خش على اداني فيه تلاتة برالل واحد اتنين تلاتة خليك ناصح ابدأ باتنين الاول هات حاجة ناصة هو طلب الاتش اف خليك ناصح هاتلي الاتش بي الاول يعني اشتغل على هنقول ثري اوفر سيفن ثري اوفر سيفن اكول ايتش بي اوفر ايفن بوينتو طبعا صغار على بقيته ايكول صغار على بقيته يبقى ايتش بي ايكول ثري تايمز ايفن بوينتو اوفر سيفن يبقى يا باشا لو حسبتلي الكلام ده على الكالكلياتور طلعت ايتش بي بفور بوينت ايت حلو حلوة تعالى بقى امسك الاتنين الصغارين اللي هم اي بي مسلا مع سيف صيد على بقيته ايكول صيد على بقيته فبقيت ثري اوفر ايتش ايف اللي هو عايزها ايكول فور بوينت ايت اللي هي جنب ثري على بقيتها اللي هي سيكس يلا بينا يبقى ايتش ايف ايكول اللي هيحسب لنا يا جماعة الكلام ده لقى الانسر طلعه معاه ثري بوينت سابنت يفايف يبقى الانسر هي دي طيب كلام زي العسل ومحترم جدا اللي بعده بص كده ركز فيها دي من غير النامبرز بقى بيقولك ان اف دي براليل لأي بي والأي دي براليل لبي سي يبقى ايف ملتبلاي اي سي يا مستر دي انا هتلحها منين اقولك انا بقى هتلحها منين البناء ده مش شاطر لازم يقى منظم ويبدأ بجيفن جيفن انا مثلا هبدأ بالجيفن اللي قال ان ال اي دي براليل لل بي سي اقسم منها بس خليك ناصح الراجل عايز ال اي سي في الحوار فانا ممكن اعمل ايه او مكاتب اي اي اوفر اي سي كلها صغار على الكبير صغار الكبير كله عشان ادخل ال اي سي في القصة ايكوال يبقى هناك اي دي اوفر اي بي كلها ماشي دي كده اه يعني نسميها نمبر وان طيب بعدين قال ان فيه اتنين براليل تانين اللي هم مستر اف دي مع اي بي يبقى قسم واقول اي اف زي ما هو عايز او اي اف هو عايز ال اي اف او على ال اي كله ايكوال اي دي برضو على ال اي بي كلها اي دي ريليشن تو الله يا رب تبقى ااخد بالك هنا اي دي اوفر اي بي وهنا برضو اي دي اوفر اي بي الله ما دا معناه كده ان ريليشن وون تبقى ايكوال ريليشن تو يعني اللي اتنين قد بعض فساعتها اللي بقى اي اي اوفر اي سي لازم تبقى اي ايف اوفر اي اي يلا نفك فبقيت اي اي طايم اي اي اللي هي اي اي اوفرد المسألة اي اف طايم اي سي نزلت اي اف طايم اي سي وهو ده اللي كان بيسأل عليه اهو هو بيسأل ايه اف تايمز ايه سي ايكوال مين طلعت ايكوال اي اي باور تو مسألة تحفو جميلة جد طيب خش معايا على 23 23 بنقول اداني من الدي اي يعني بيخوفني بالمنظر ده باراليل للبي سي كله كده هطلع معلومة كمان واحدة الدي السي اي او الاسي باراليل للدي اف جميل جدا طلب مني ايه الحبتة دي طيب براحة ما تخلهوش الاخبطك امشي كل جيفن طلع منه حاجة طيب تعال يا مستر الاول تعال نقول الجيفن اللي هو بسا بتاع الدي اف باراليل للسي اي كلها يبقى نقسم من عند البي نقول اكس بلوس فايف اوفر فور ايكوال سيكس اوفر اكس بمنتهى الشيكة هو صغير على بقيته اللي هو بي اف اوفر اف سي ايكوال صغير على بقيته اللي هو بي دي اوفر دي اي طيب يا مستر يلا نعمل كروس ملتبليكيشن نفرد المسألة اكس طايم اكس بلاس فايف بقيت بقيت اكس باور بلاس فايف اكس ايكوال سيكس طايم فور بقيت توينتي فور دخلت توينتي فور بالماينس اكس باور تو بلاس فايف اكس مينس توينتي فور ايكوال زيرو هنعمل مود اكوزن ثري على الكالكوليوتور هيطلع لجنابك اجابتين بوستف ونيجاتف اجاب اسمها ثري واجاب اسمها نيجاتف ايت طبعا الاكس هنا بتريبريزنت الانثة صريحة هوله هو ايه دي يبقى كده ابدائيا طلعنا ان الاكس بثري خش بقى على البراليل التاني امسح بقى امسح حشان تشوف كويس خش بقى على الاتنين البراليل التانين اللي هم الاي دي الاي دي اقصد مع البي سي انت جبت الاكس بثري يبقى الحتة دي بثري والحتة دي ثري بلاس فايف يبقى ايت في البراليل بقى نقول ايه صيد على بقيته اي دي على دي بي يبقى ثري اوفر سيكس اكول صيد على بقيته اللي هو اي اوفر اي سي يبقى سيكس اوفر اي سي اللي انا عايزها خبطة واحدة اي سي اكول سيكس طايم سيكس ديفايد ثري طلقت تولف سنتيميتر تشويس ايه هو الصح كوستن تونتي فور برضو بيقولي ان ال اي دي باراليل للبي البي اف اريا اوف ترانجل اي اي سي اللي هو ترانجل السغنون ده الاريا بتاعته ناين والاريا بتاعته ترانجل سي اف اي ثانية كده واحدة سي اف اي اللي هو ده اا بسكستين قال لي ان ال اي بي على بعض بففتين سنتيميتر كل ده كده طلب مني ال اي دي بكام سؤال روعة عشان الناس تاخد بالها من اللي هيتقال اكيدا جماعة انتو فاكرين حوار الاريا ده لما خدناه في السيميلارتي اليوم ابدأ السيميلارتي كنا بنقول لو يبقى اريا على اريا على صايد على صايد فاعمل الاريات يديني الريشو بين الصايد والصايد لقيت واحد قال لا مستر بس دول مش سيميلار انا مش هعرف اثبت ان هما سيميلار قلتلك اه كان في معلومة قلتها لك قلتلك في ناس كتير اوي بيغلطوا فيها او بينسوها قلتلك لو فيه تريانجلز عندهم سيم بيز يبقى اريا على اريا اكوال هايت على هايت طب لو تريانجلز عندهم سيم هايت يبقى اريا على اريا اكوال بيز على بيز بمعنى يا مستر ركز كده انا دلوقتي لما رسملك تريانجل مثلا اوبتيوس لو ده البيز الهايت بيبقى اللي نازل من برة كده يجد عنده اللي نازل بيربينديكلر حتى لو من برة فهنا التريانجل اللي اسمه اي اي سي ده الهايت بتاعه هو سي اف موقع انه مقلوبه طيب اي سي اف برضو الهايت بتاعه سي اف هم عندهم كوماند او بمعنى عدق عندهم سيم هايت فاحنا قلنا مدام اللي اتنين عندهم نفس الهايت يبقى اريا على اريا تديني بيز على بيز هو قال ان الاريا ده بناين والاريا ده بسكستين يبقى كده البس بتاعت الاول اللي هي اي بناين والبس بتاعت التانية اي اف بسكستين الحتة دي يا جماعة مش كل الناس بيفتكروها خلي بالك فساعتها كده بقت اي اي بناين والاا اي اف بسكستين طب يا مستر وبعدين في ناس كانوا قالوا مسلا ان والا اي اف كله بس احنا قلنا مدام سيم هايت يبقى اريا على اريا خش بقى على الترانج اللي فيه الاتنين البراليل اي دي براليل اللي بي اف وابدأ قسم اي دي اللي انت عايزها اكيد بقى اخد اي بي كلها عشان هي اللي عندي اوبر الففتين اكوال زي ما قسمت الا اي اللي هي نين اوبر اي اف كلها نين بلو سكستين بتوينتي فايف يبقى الا دي اكوال نين طايمز الفتين ديفايد توينتي فايف اه لو حسبناها كده يا جميل من غير قلكليتور ودا ديفايد فايف بفايف ففتين ديفايد فايف بثري بقى توينتي سبن ديفايد فايف يعني فايف عند اوبر ليه درس جميل اسئلة حلوة الموضوع مش صعب اتمنى يبقى الافكار كلها وصلت لو عطلان في حاجة او حاجة مش فهمها ابعتلي هتلقيني دايما معك وفضارك بالتوفيق يا شابنا اشوفك على خير كده المرة الجاية ان شاء الله مع درس جديد السلام عليكم